السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل الجزء الثالث من Micro Encapsulation لما يخص الطرق المستخدمة for Micro Encapsulation وصلنا لهذه الطريقة العبور عنها Super Critical Fluid طبعا هي من اسمها انه نستخدم هذا النوع من الفلودس Super Critical Fluids هذا النوع من الفلودس يميز مواصفات عالية من ناحية ال Compressibility ومن ناحية ال Density يختلف كأنها حالة وسطية بين الفلود وبين ال Gas State Super Critical Fluid Relatively New Method can minimize the use of organic solvent and hard manufacturing condition يعني باعتبارا الorganic solvent في حالة استخدامها تحتاج إلى كميات أكثر أحيانا تحتاج إلى طرق تبخير أعلى أو أقضى أكثر وهذا قد يأكثر على بقية المواد لأن تبخيرها يكون أصعب في Super Critical Fluid التبخير ما تكراح يكون أسرع نحتاج كميات أقل من عندها فهي يعني كالتعبير نبدأ نعبر عنه هو حالة يعني هو Gas-like أو Liquid-like State High Compressibility and Liquid-like Density تستخدم التسطور لـ Super Critical Fluid وعلى أيضا ما تستخدم التسطور لـ 1-2 خصوص خاص التسطور لـ 1 كما يستخدم التسطور لـ 2 من الشعور طبعا فيه ظروف أخصى بعد يحتاجها فمن يكون السوبروكريتكال الفلود كاربو ديكسايد يستخدم كالسولفنط للبوليمون وبسهول أيضا يتخلص من عنده السوبروكريتكال أنتي سولفنط كالسولفنط هذا هنا يستخدم الفلود كالسولفنط نفس الطرق المعروفة أنه السولفنط قد يذوب وسولفنط يرسب تبقى أنه نفس الفكرة أختار السولفنط المناسب اللي يذوب أو يريد يرسب لكن قضية التخلص من عنده رح تكون أسهل قياسا للسولفنط العادية ليش؟ لأنه السوبروكريتكال يعني أشبه بالقاس فعملية التخلص من عنده والرزيج والسولفنط رح يكون قليل قياسا للسولفنط التقليدي طبعا هنا عدنا أكيد أكو ترسيب للبوليمار على الدراج لكن اعتماد على الكوزيرفشن الكوزيرفشن يعني التقوصر يعني أنه البوليمار يترسب ويحيط يحيط للدراج بارتكول الكوزيرفشن هي واحدة من الأولى ميكروكريتكال التي تستخدمها لتعاملات ميكروكريتكال ميكروكريتكال هذا المسطل يتبع على تقوص من المسطل من المسطل من المسطل من المسطل أو المسطل ميكروكريتكال لتعاملات ميكروكريتكال 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 لتعاملات ميكروكريتكال 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 at a given solvent. The disperse particles of core are continuously خلال عملية ال-conservation. كل ما يترسى بونيمر راح يجمع يحيط بالدراج فcontinuously coated with the wall material هاذي الميكروكبسول المتكونة قد تكون non-intact ما عندها فتة cohesive properties عالية. فقد تحتاج إلى عملية موجود زنجةof Paula Coupe so-tanMate فهاذي الرسم يوضح إنا formation of three emissable faces اللي هيAS polymer solution droplet موجودة المفتلا نقوله direct particles فهاذي ت blush بداية بعدين i see face separation الprismer solution يدئهí يترسب يتعز huh size ما varsتها فيتكون إلى Particles وهذه البارتكورز أقل من البارتكورز مالت الإدراج كأنه الإدراج هيكون بالكورز لفل بالبداية السائز ما تضمن الكورز لكن البوليمر يبدأ موليكولر بعدين يصير كورلويدر سيبدأ يتجمع على الوضع الإدراج فهذا رح يصير عندنا كأنه كور الكور هذا الأصفر والوال هو هاي اللي دروبلت اللون هاي أزرق فتبدأ يتترسب فهذا الكوزيرفشن هو تجمع للوال around the drug particles فهيكون منبرين formation اللي هو منبرين فهذا يحتاج لها hardening أو rigidization باستخدام الهاردنين agent other states may be involved like washing with suitable solvent aqueous or organic أغلب لاحيان يكون اqueous هذا تو جيد يجمع لأي آكل excess سواء دراج أو بوليمير درائن at suitable conditions بحيث متأثر على الدراج الموجود المنكسور هي مجال 4 الأشياء في نجاح التعديل. ولدى مستغ ال fermentedأفل هكذا الحديد على الker função البورات وم해주 نجاح التعديد في المplatz فى الحجم體 صلى أم 2011 قام private عمل بعض الصحة We are using microscope to get idea about the time required for the process and microscope quality. Symbol conservation. Symbol and complex conservation. Symbol conservation process involves only one polymer, like gelatine, polyphenine, alcohol, carboxymethyl cellulose, and others. And the phase separation can be induced by condition. Here we have an induction. Why condition? That results in dissolvation or dehydration. We said dissolvation or dehydration of the polymer. Why is dehydration? It means that it works with hydrophilic polymer and water as a solvent. So dehydration is going to take this water into the polymer, and it's going to get the polymer. So dehydration or dehydration of the polymer phase. Symbol conservation can be induced by different effects, like temperature change, addition of a water miscible non-solvent, such as ethanol, acetone, dioxane, isopropanol, or propanol. Addition of inorganic cortex. Salting out, such as sodium sulfate, incompatible polymer addition. This is the symbol conservation. Temperature change effect. Phase separation of the dissolved polymer particles occur in the form of immiscible liquid droplet. azul sulfate and liquid droplet. This sign means that there are some identical polymer in the form of the liquid droplet. Th Ribbon effect effect. As it changes the temperature, they're going to get the liquid droplet. Here they will dissolve the polymer particles in the form of the liquid droplet. يعني رح يكون البوليمر ذائب وعنده مجرد ما يسترسيب رح يبدأ ينفصل البوليمر يتكون عدي تفاصيل البوليمر وفاصيل البوليمر فإذا كانت الكور ماتيري المتحدة في السيستم عند روبر كوندوشي مثل البوليمر كوندوشي تيميز البوليمر كوندوشي الليكود بوليمر دروبليت هذي ببداية كانت ذائبة تترسيب كوندوشي يعني تتجمع مجرد ما يكون أكبر من السيستم البوليمر دروبليت اللي هو عبره عنه سمبول كوندوشي ليش؟ لأنه ببوليمرك ماتيريال ببوليمرك ماتيريال التغيير الدرجات الحرارة هنا بهاي الطريقة تغير الدرجات الحرارة قد يكون مثلا انخفاض مثلا نقول في الدرجات حرارة 60 البوليمر دايب نصر صار عدنا a fall down and abrupt fall down in the temperature by addition of ice مثلا ك存س بماتيريال ضفنا على الice فرسل صار عدنا نخفاض في درجات الحرارة فهذا قد يستطعنا انتقل من الفيز الى الفيز الأخرى اللي تتكون بها الماكروكابسول راح تكون الماكروكابسول مواصفاتها تختلف عن مواصفات البونيمر إذا كان البونيمر ذائب الووتر الماكروكابسول الجديدة اللي ورما البونيمر يترسب على الإدراج يكون يعني ما يكون ذائب بالووتر فهيبقى معناته إنه ساسبندت فاللاحظ إنه مثال عدنا بايناري سيستي مو شرط نستخدم الووتر حين نستخدمون أورغانيكس وولفنت أيضا يعني يحتاج إلى درجات حرارة عالية اللي يصبح بإفابوريشن هذي إذا كان الدرج هو فيفضلون يعني السيبول كوزيرفاشن اللي يستخدمون التمبريتش يفضلون إنه الدرج بارتكول تكون تسبندت أو تسبيرس بالصولبوت المستخدم ما تكون ذائبة فقط البونيمر يكون ذائب فإذا كان عندي بونيمر هيدروفليك لتستخدم الووتر والدرج راح يكون نحتاجه يكون فيبقى هو تسبيرس وبالعكس إذا هو البونيمر هيدروفوبيك فنستخدم صولبنت مناسب إليه مثل سايكلوهكسان وراح يكون الدرج هيدروفليك إذا ما راح يكون ذائب بنفس الصولبنت مارت البونيمر فالبونيمر راح يكون ذائب شوكت يبدي يترسب مدرد ما يصير ديكلاين بدردة الحرارة من هالمستوى فهنان راح يصير عندنا برسفيتاشن البونيمر بارتكول فوهن راح تترسب تترسب بارتكول فتكون هذي البونيمر بارتكول فإذا هنانا كلمات الزاد مع البونيمر الموجود فنلاحظ أنه عندنا البونيمر بارتكول فنقول في تركيز معين من البونيمر في دلة الحرارة قد تكون أعلى شيء مثلا هذي النقطة صار عدنا فول بالتمبراتر فنزل هذ المسلوب هاي المنطقة C والB والD عدنا 2 فاز هنا هو البونيمر صار عدي 2 فاز البونيمر بارتكول يعني تشكل أن 1 فاز يكون البونيمر بارتكول وال2 فاز اللي يتمثل البونيمر يكون ريتش فبهلو المنطقة هذي راح يصير عندنا 2 فاز وراح يبدئ البونيمر يترسب في حد كانت موجودة فتكون سمبل كوزيرفات فالعامل المتغير هو درجة الحرارة هو اللي يحفز كوزيرفاشن أو البرسيبتاشن أو اللي يعبر عن ديسولفاشن أو ديهادريشن ليش تغيرت العلاقة بين البونيمر وبين الصولونت الموجود لأنه طريقة الإذابة من هذا البونيمر يتعتبد على درجة الحرارة فمجرد ما الحرارة قلت بشكل مفاجئ صار عدنا مشكلة يعني التحكير بالعلاقة بين البونيمر وبين الصولونت فبقيتها يترسب فمن يبدئ يترسب؟ ما يترسب للأسفل يترسب على الأقرب بارتكول اللي هي البارتكول بالعلاقة بين البونيمر بشكل مفاجئ بشكل مفاجئ في المعادلة البوليمر نقول هادروفليك بشكل مفاجئ 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 تربطي ليش؟ لأنه راح يصير مزاحمة باللوكود اللي حيط البوليمر راح يصير الديهادراشن فيبدئ البوليمر يترسب لذا من خلال هذا الرسم نشوف إنه نقول إذا عدي فقط بوليمر الصولفن يعني هنا أنا نقول البوليمر مية بالمية وصولفن مية بالمية إذن دعم عندي وان فيس بس مجرد ما يبدي الصولفن الصولفن هذا اكو رسم نقدر كيف تقوم بقية تيرناري دياغرام التيرناري دياغرام هو يوز فور انتربريتشين بتوين ثري كومبونيننت بعدنا ثري كومبونيننت مثلا اي و بي و سي فالاي تكون بالأعلى الهرام مية بالمية تتنازل تسعين ثمانين سبعين ستين انتوصل الى صفر الى اسفل القاعدة مرت المثلث البي مثلا متجه الاخرى هنا همينا مية بالمية وهكذا تتنازل صفر السي تكون مية بالمية بالهيد ما لدته او اذا تتنازل تصير صفر فاذا هنا احنا في هاي النقطة بهذه النقطة شنو عدنا عدنا الاي 40 بالمية وعدنا البي 50 بالمية بهاي النقطة نفسة والسي 10 بالمية 10 50 40 مجموحين يطلع 100 بالمية بهذه النقطة فرضا انه السي 10 بالمية هو انت تفترضى non solvent فعدي برسبتاشن اذا صار 20 بالمية همينا عدي برسبتاشن فعدي انا limited خلال هذ الرسم اللاحظ هي مفتوحة القضية مجرد ما non solvent يكون نسبته هنا بهالمنطقة ما يقارب 20 بالمية او 15 بالمية يبدأ انه الرسم ينزل الاسفل ما لاته انه صار عندي وكنما اقترب باتجاه هذا الرسم يعني باتجاه نسبته كنما يكون عندي more two phase يعني عملية اكثر فتبقى حسب الكوندشن قد احتاج ترسيب يعني يستخدمون different volumes of non solvent وشوفون الاثر مالتي على البرسبتاشن اذا الفكرة انه بوليمر ذائب بسولفت معين اجيب سولفت اخر ما يذوب البوليمر بنسبة معين راح يرسبلي البوليمر فكنما تزاد النسبة المضافة من ال non solvent راح يتزاد عملية الترسيب وتتحول العلاقة من هو non phase الى two phase معناته انه بهذا المنطقة من ال i ونازل كلها تختبر two phase ليش two phase البوليمر بداي يترسيب بسبب وجود non solvent هذا اذا بوليمر اذا كان بوليمر هيدروفوبك مثلا استخدم له ساكلوهكسان راح يكون non solvent هو الووتر يعني ماكو مشكلة المهم بكل الطرق ماتل كوزيرباشن احتاج اليدرق يكون dispares يعني und dissolved بال solvent المستخدم الصورت ادلش نفس الفكرة يعني همين لكن هذي الطريقة طبعا فقط ملائمة للهيدروفيلك بوليمر والصوربت يكون ووتر فاضيف ملح يسحب الووتر ويرسب البوليمر وكلما تزاد نسبة الملح المضافة فيما تزاد عمليات الترسيب يعني يتحوى من one phase الى two phase فبهالمنطقة صفر عندي الصورت فهو one phase بس مجرد ما يبدو الصورت يصير مثلا 5% 10% يبدو يترسيب الالبوليمر اللي بدي ترسب ورح يترسب ورح يترسب همينا على الضرق نفس الفكرة لكن بونيمر ويسولفنت ونضيف بونيمر آخر وهذي بونيمر انكمباتبل ويبونيمر الأول يعني معناته إنه مو نفس الافينيتي تور ذا سولفنت يختلفون بياناتهم فهذه في منطقة معينة مثلا يكون ون فيز مجرد ما ينظف فس هاي المنطقة تكون للميتد هيكون عندنا عملية مثلا من هاي الـ 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 فيصير برسببتاتيشن البوليمر برسببتاتيشن البوليمر الأول ففي هذي الطريقة بوليمر يعتبر برسببتاتيشن والبوليمر الآخر يعتبر بوليمر يعني مو ثنيناتهم يصرون around the drug particles هذا هو سمفل كوزرفيت فاليكوود فيز سبريشن of polymeric ماتيريال can be occurred by using the incompatibility of dissimilar بوليمر شننوع الـ incompatibility إنه ميذيبوني نفس السولفنت ميذيبون نفس السولفنت وميسر بياناتهم كميكال راكشن بس مجرد فيز كر راكشن في رسببتاتيشن البوليمر إدازنت انفول أني كميكال راكشن ون فيز إزرش انبوليمر design to act as wall material and the other is rich in the second incompatible بوليمر الكميكوزرفيشن هذي الطريقة تضمن تو هيدرفيلك بوليمر أوبوزت شارت فعدنا كميكال راكشن وثنيناتهم راح يتفاعلون كونولي الولمتريال يعني العبارة الولمتريال عبارة عن two polymers لهذي عبرو عن a complex conservation فنيتراليزيشن of the overall positive charge on one of the بوليمر معناة بوليمر يكون positive والآخر يكون negative فينطينا neutral wall material وهي النيوترال والمتريال هي راح تكون precipitated بالنفس السولفنت يعني إذا الكتيونيك بوليمر ذائب بالبوليمر ذائب بالسولفنت الأنيونيك سولفنت بوليمر راح يكون همين ذائب بنفس السولفنت كتيونيك بوليمر وأنيونيك بوليمر اثنين ذائبين بنفس السولفنت قد يكون water لكن مجرد ما الكتيونيك يتحد معنا أناونيك بلتكون neutral بوليمر راح يكون مترسبين بنفس السولفنت راح يطب مواصفات جديدة تقطب عن مواصفات الأولى هذه مثلا جيلاتين مستخدم القام أرابيك سيستم يعني الأكيجيا اثنين 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 الأكيجيا يعتبر أناونيك والجيلاتين يكون كتيونيك في ظروف معينة مثلا عندنا هذا الرسم يوضح أن الجيلاتين اللي هو بوليكتيون في مثلا pH 3.8 إلى 4.4 يكون كتيوني يعني بالنسبة القام أرابيك والأكيجي يكون بولي أناوني ما لا علاقة بالبئة بس الجيلاتين وبروتين عندها إثنين فيتأث بالبئة فيحتاج هنا هذا دور البيت إنه جسمة للبئة فضمن هاي البيت نظمة للجيلاتين موليكيوز تكون كتيونيك فالجيلاتين والقام اثنين هم كل واحد رح يحضرون نحضر 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 بولي الكترالايت يعني كل واحد يحضر نحضر ويكون في هذه المنطقة اللحظ إنه محصورة جدا يعني يحتاج لتركيز المستخدم من الجيلاتين والأكيجيوز ما يجوز العشرين بالمئة إذا نحضر من المنطقة هذه قد عندنا الجيلاتين مئة بالمئة لاحظ إنه من المنطقة يعني ما يجوز بين عشرين إلى أربعين فهي المتد جيلاتين والأكيجيوز اللي ينجحون في تحضير الكمبيكس ويستخدام صور مي هو الووتر الدركبارتكر شرح تكون هي دسبير بالووتر أكيد يعني ووتر إنصليوبل الميكروبارتكرز كان بي ميكروبارتكرز من اميشيبال لكويد طبعا هنا أنا باستخدام تو اميشيبال لكويد وراح استرعدنا كأنها أشبه بالاميشيبال هيدروفوبك الدركبار والبوليمر هنا بإمكان أنه الدركبار الهيدروفوبك والبوليمر المستخدم ينظرون بالأورغانيك صولفينت فهي شكل الأورغانيك صولفينت بفضل الأورغانيك صولفينت هنا طبعا إذا كان تحتاج إلى إفابوريشن أكيد يصير التركيز على الورغانيك صولفينت الفكرة إنه عندك تو اميشيبال أو مور إميشيبال الليكويد الليكويد ينذوب البوليمر والدركبار والليكويد اللياخر راح يكون هو عبارة عن ميديا اللي يحتوي على الامرسفينت فراح يصير عملية امرسفكيشن في اويل انووتر امرشن راح يتكون الدركبار كونتينيك بوليمر بارتيكول كان بي صولفايد أذ الصولفينت هزريموف فشون عملية إزالة ريموف للصولفينت اللي يحتوي لدركب والبونيمر فراح يترسبون الدركب والبونيمر سوية بالدسبرجن فعملية فلتراشن ووشن على ما نقلص نحصل على اليلد المطلوب فدبندين عن الصوليبوليتي of الدركب in water and encapsulating بونيمر the مرشن type can be فاريد فروم طبعا هنا تيجي تخسيم منهم هي الفكرة نفسها فعدنا مثلا طريقة water in oil in water هذه تستخدم for encapsulation of water soluble drug in water ins soluble polymers معناته أنه الواتر راح نذوب بالواتر بكمية قليلة والبونيمر راح نذوب ب organic solvent بعد نجي بال solution of drug emersified in the solution of polymers في نقولولي primary emersion water in oil بعد هذي بكمية أكبر من الواتر في السرعة يدي water in oil in water هذه القضية شن فايدتهم فايدتهم يقلل من السكيفينج اللي صير بال drug toward the dispersion medium الموجود النهائيه يعني هذي multiple emersion water in oil in water هذي الواتر كميتها كلش قليلة وجرت كمية قليلة كافة لإذابة الد راج هذي برايماري مو نهائي فهذا الامورشن الجديد اللي هو primary emersified in continuous media جديدة اللي هي عبارة عن AQS وراح يكونين هوا الفاينل امورشن فإذابة الدراج بهاي الكمية القليلة من الواتر تقلل من السكيفينج of الدراج يعني تعوف البوليمر وتروح بتجاه الكستير الفيز والتالي نحصن ماكرا كابسول ما تحتوي كمية كافية من الدراج أو طريقة ثانية water in oil in oil هذه عدنا water soluble الدراج فإحنا نحتاج نذوب الدراج فلازم نختلف التكامل مناسب إليه فإنا راح نذوب الدراج وبعد نخلي همنا water in soluble polymer water in oil ك primary mulch بعد ما نخلي بالwater ك ك نخلي مثلا بالليكو oil phase وهذا راح نستبعد احتمالية الاسكيبينج يعني الدراج يعفل polymer يروح بتجاه الاختر phase وعدنا طريقة water in oil همنا for encapsulation of water soluble drug water soluble polymer هذه أيضا باستخدام oil phase اللي هي راح ترسب ثانيات هم كل من الدراج والبوليمر راح يترسب بس هالطريقة أيضا تحتاج إلى دراجة الحرارة عالية solid in oil in water مثل ما هاي بالطريقة اللي ذكرناها بالسلايد الأول for encapsulation of water soluble drug particles in water insoluble polymers يعني solid من ذوبة بشرة نتخلي يعني يبقى معناتها لدراج هو dispير بال polymer solution فيبدي البوليمر solution يعني يتبخر ويكون لي micro particles بال dispير phase depending on the method of solidifying the discontinuous droplet the emulsion method can be classified as solvent evaporation solvent extraction cross-tinking method and solute evaporation البوليمر dissolved with volatile organic solvent water invisible such as bithynine chloride and boiling point 1.8 drugs أما تكون soluble form or dispairs as fine solid particles add to the polymer solution then this mixture is emulsified in aqueous solution that contain the emulsifying agents such as polyvinyl alcohol the resulting emulsion is stirred until most of the organic solvent evaporates leaving solid micro particles that may be washed with water and freeze dry to facilitate solvent evaporation the emulsion is often heated slightly above the point of the solvent مثلا بالنسبة للمثالين نيكلا أكثر من 40 tinius phase oil in water emulsion the polymer to evaporation recovery in microsphere the drug may be dispared into second solvent different beaker and then added oil in water oil in oil water in oil and oil try to reduce the problems escaping so there is limitation for use of aqueous dispersion phase in case of water soluble drag in case of water soluble will go towards dispersion media which will not be a part of microsphere which will do not do not do not aqueous dispersion phase which will do not the aqueous dispersion phase to use liquid barafen or through multiple emulsion which will reduce water soluble drug among polymer particles أو يصير عملية saturation للواتر باستخدام hydrophilic polymer فيصير saturation للدسبرجن فيز فبعد ما تستوعب كميات ضافية من الصوليوت فيبقى الإدراج موجود في مكانة ما يجيب اتجاه الدسبرجن فيز فهذا الطريقة اللي هي different pickers الـ polymer dissolved in organic solvent والدراج بارتيكل بعدين تضاف Add to the acute solution containing surfactant ي Έبقى مستخدم الصليوت کہ تتيب لي هذا القادم في مورفولوجيا، بروسيطة بورسيطة الميكروسفيرات، لسيطة بايلوات، أو أكدت بوضيطة بوضيطة ومسيطة بوضيطة بوضيطة هذا دائما يفضلون السولفن الأساسي الذي يكون دائما يكون دائما يعني فولاتيل السولفن الاكسراكشن، رلاتفلي نون فولاتيل سولفن كان بي رموض باكسراكشن انتو كونتينيو اسفن هنا هاي الطريقة الثانية اللي ما تحتمد على الولاتياليزياجن نحن مو كل نواع السولفن نقدر نستوى لها بلاتياليزياجن، وكذلك النهو قد بالولاتياليزياجن قد نحتاج لدرجات حرارة عالية، وهاي درجات الحرارة قد استوى لنا مشاكل بالدرجات بارتكال، وهذا صار بدائل، موديفكيشن، انه استخدام نون volatil solven، لكنه رموض باي استرقشن نوني، هذه، 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 هاي، هذي، this can be done by using a solvent that has significant solubility استغدام solvents that has significant solubility in the continuous phase استغدام solvents. عند إذابة كبيرة بالcontinuous phase مسبل يعني Increasing the concentration difference between the dispersed and continuous phase or adding a third solvent into the continuous phase هذا رح ينطني to facilitate the extraction of the solvent إذا بالبداية بدون أي إضافة بدون أي فاكتر قارجي عندنا significant solubility للsolvent أو dispersed لكن تتغيرها العلاقة بوجود اختلاف التركيز أو بإضافة solvent ثالث cross-linking اللي هو نمبر of hydrophilic polymers from natural origin such as zelatine البومين starch texterane hyaluronic acid كيتوسان هذي كان بي solidified by a chemical or thermal cross-linking process يعني ببداية تكون ذابي بس بعدين نصير solidification بوجود هذي المتغيرات بعدنا مثلا water and oil immersion prepared by emersifying the polymer solution in oil phase إذن water who dispairs والأويل هو external مثلا emersifying the polymer solution اللي هو aqueous in oil phase typically عندنا يستخدمون vegetable oils or oil or oil organic solvent مكسشن يعني بين oil and organic solv containing enersifying agents such as spain 80 most proteins are cross-linked using glotaraldehyde but its toxicity remains a problem for farfskill application and toxicity of the glotaraldehyde heating and adding counter poly-ions or cross-linking agent are alternatives and cross-linking methods فاللاحظ بالرسم is mixed with solid drug particles or liquid drugs this mixture is suspended in an invisible solvent and heated to five degrees centigrade اثنان راح تكون درجات حرام منقفضة اللي هي اعلى من الميالتك بوينت of polymer under continuous stirring the immersion is then cooled below the الميالتك بوينت until the droplet solidify لأيونيك ديليشن البوليكتراليك كومبوكسيشن هذا باستخدام يعني تحتمد على مبدأ cross-thinking of poly-electrolyte in the presence of multi-violent counter-ion يعني صوديوم الجينيات mono-violent نحول الى صوديوم نحول نحول الى كالسيوم الجينيات diverent راح تكون اذا بتتختلف راح يكون يعني water-insoluble polymer فسبري اصوديوم الجينيات solution into كالسيوم chlorيز solution that produces rigid gel particles فالأيونيك gelation is often followed by poly-electrolyte complexation with a positively charged poly-electrolyte هذا الكمبوكسيشن يكون الممبران of poly-electrolyte complex on the surface of the gel particles وذي زيد الميكانيك strength of the particles فعدنا مثلا الكالسيوم الجينيات gel particles البoly-elysine is often used for this purpose other polymer system that can be used for ionic gelation يعني او اللي عبرنا عن poly-electrolyte complexation الكايتوسان وهي tri-phosphate الكاربوكسي مثل السلولوز وهي النوميوم أو الكايتوسان الكايتوسان الكاربوكسيوم كارجينان وهي البوتاسيوم الكايتوسان بكتينو الكالسيوم المهم انه هذي البوليمرات بالوضع الطبيعي ما تترسب لكن يضفون بوليمر آخر يطلنهم منه cross-syncing أو gelation بسبب تكون poly-electrolyte complexation فيحاول من بوليمر ذائب إلى بوليمر مترسب الفكرة البسيطة مثلا sodium originate ذائب بالواتر لدريك يضاف له يكون disperse بعدين يصير dropping لهذا السلوشن أو لهذا السلوشن فمجرد ما هذي يلامس الكالسيوم الكلورايد الصود الجينate يتحول إلى كالسيوم الجينate الكالسيوم الجينate يكتبر water insoluble polymer فيكون هذا الشكل يعبر عنه beads والbeads هي aggregates of micro capsules beads or spansules interfacial polymerization المونيمر can be polymerized at the interface of two immiscible substances to form a membrane يعني two immiscible substances المونيمر يعني راح يكون أيضا polymer ذاب بالسولفنت الأول و polymer ذاب بالسولفنت الآخر مثلا بالنيلون والمنبرين resulting from polymerization of two monomers specifically diachloride and diamine at the interface non-aqueous phase containing surfactant والaqueous phase containing drugs and diamine are mixed to form عندنا non-aqueous phase يتحتوي على surfactant الاaqueous phase يتحتوي على الدراج وال الدائمين هذي اثنين هم يتجمع السوي to form هم عبرون عن emersion لها two immiscible phases بس الغاية مونا يعني emersion وراها solute evaporation لا الغاية انه مجرد انتر فيز والانتر فيز هو راح يكون نقطة التقاء ال two monomers مثلا ال diamine و diachloride ويكون الدراج هو انفول within them الغاية لدينا مجموعة مجموعة في كل مستوى، هناك فاكترين يؤثر على كبارات المككبسولة التي تحتوي على كبارات المككبسولة الـ Hot Nilled. وإذاً أكو general أو تأثر على Antificial Blumorization. فأكو general factors أكو specific. في كل طريقة أكو specific parameters. بالنسبة للـ General Polymer Type and Amount موجودة في كل الطرق هاي الفاكتور. El Core Type and Amount. ننصد بها لدرج. كل Solvent System Type and Amount El Core Wall Ratio. هذي تتبرا general فاكتور مؤثرة بكل الطرق. Evaluation هذي إن شاء الله نكمل من محاضرة جايه إنه أنا مدمن بطول عليكم شوية الموضوع يحتاج شكرا للمشاهدة